طريقة جديدة لتوعية طلاب إحدى مدارس العاصمة الأوكرانية كييف بأهمية المحافظة على البيئة ومساعدة المحتاجين وذلك من خلال آلة خاصة بإعادة التدوير تعتمد على استخدام الزجاجات البلاستيكية كعملة فبعد أن يقوم التلميذ بإدخال زجاجة بلاستيكية من فوهتها يمكنه أن يختار ما يشاء لشرائه وما أن يضغط على زر موجود في الآلة يمكنه أن يختار ما بين شراء الطعام من أجل الحيوانات الضالة أو يقدم تبرعا لمساعدة كبار السن أو الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة مثل من يعانون من ضعف السمع والمصابين بمتلازمة داعن إليان روكوتس تلميذ في العاشرة قال إنه غذى هذه الآلة بزجاجات بلاستيكية وساهم بذلك في مساعدة الحيوانات والأطفال وكبار السن وذلك من خلال إرسال تلك الزجاجات لإعادة التدوير ما سيساعده في جمع المال مضيفا أنه بدون هذه الآلات ستلوث البيئة بالزجاجات البلاستيكية وبعد أن قام باختبار نسخة تجريبية من تلك الآلة في إحدى المناطق السكنية بكييف وداخل مركز للتسوق في المدينة يشير رفاة ريموف مؤسس المشروع إلى أن الأطفال كانوا أكثر المستخدمين شيوعا وقال ريموف إن الطفل يلقي الزجاجة البلاستيكية داخل الآلة ويرى نتيجة فورية لما قام به لذا فإن ذلك يكون مبعثا على بهجته وسعادته مضيفا أن الجميع مهتمون بالأمر ويريدون للمشروع أن يزدهر وتهدف المبادرة لتعزيز الوعي البيئي بين الأجيال الصغيرة من خلال وضع عدد أكبر من هذه الآلات في مدارس العاصمة الأوكرانية ثم في مناطق أخرى من البلاد ومنذ انطلاق المشروع في أكتوبر 21 عام 2020 جرى جمع أكثر من خمسة أطنان من البلاستيك من ست آلات وقال ريموف إن شركات في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتجزئة والضيافة تقدمت بالفعل بعشرات الطلبيات لشراء آلات جديدة ترجمة نانسي قنقر